بعد الموقف العالي الصقف لمفتي الجمهورية لبنانية الشيخ عبداللطيف داريان الذي دعا فيه أكثر من مرة للتصويت بكثافة في الانتخابات قافزاً فوق مقاطعة المستقبل لها ضغط متجدد يتعرض له سعد الحريري فتحت عنوان سعد الحريري أنا أو لا أحد شنت صحيفة عقاذ السعودية هجوماً مباشراً على الرجل وصلت فيه إلى حد وصفه بالساذج سياسياً والفاشل الذي يرمي أخطاءه على الآخرين بقوة فتحت النار على الحريري لدرجة أن الصحيفة اعتبرت أن الأخير قدم أكبر خدمة لقتلت والده وذلك بدعوة الطائفة السنية لمقاطعة الانتخابات لإخلاء الساحة الانتخابية لحزب الله والتيار العوني على حساب وطنه لبنان وعلى حساب طائفته ولا عجب في ذلك تابعت الصحيفة فمن باع دم والده مقابل عدم فتح ملفات الفساد التي تورط فيها لن يتوانى في تقديم قرابين الرضا لأعداء لبنان من أجل الحفاظ على مصالحه الشخصية ورأت أن الحريري اليوم يعمل على تشتيت الأصوات السنية والامتناع عن التصويت في الانتخابات القادمة يعني ذهاب المقاعد السنية لحلفاء حزب الله العدو التاريخي ليس للسنة فقط بل للبنانيين جميعاً الذين وثقوا في سعد ذات يوم هو ضغط هائل يتعرض له الرجل والهدف منه كسر قراره وحثه على إصدار موقف علني يدعو فيه الشارع السني لعدم المقاطعة والمشاركة الكثيفة في الانتخابات فهل يتجرع الحريري هذا السم بعدما تجرع كأس تعليق عمله السياسي؟ مصادر قريبة من تيار المستقبل أكدت للأو تي في أن الحريري ليس في وارد التراجع هو أصلاً لم يدعو لمقاطعة الانتخابات ليحدث موقفه اليوم وقرار تعليق عمله السياسي لرجوع عنه أما لمن يعتبر أن في موقف الحريري هدية مجانية لحزب الله فتقول المصادر أن المشاركة في ظل هذه الظروف هي الهدية المجانية للحزب التي ستسمح بإطفاء الشرعية عليه مشيرة إلى أن أي موقف داعي للإقتراع سيعني تبني الحريري للنواب السنة الذين يدورون في فلكه والذين ترشحوا للانتخابات وهو ليس قطعاً بهذا الوارد في المقابل تتوقع مصادر سياسية أن لا يصمد الحريري أمام هول الضغوط التي تمارس عليه سواء كانت طائفية عبر موقف المفتدريان أو سياسية عبر موقف السعودية ليبقى سؤال أساسي إذا تراجع الحريري فعلاً فلمصلحة من سيذهب الصوت السني؟ هل يكون لصالح تحالف السنيور جعجع وينص بالأخير قائداً للشارع السني؟